عقدة تونس تتواصل في أمم أفريقيا واصل منتخب تونس معاناته في انطلاقة مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام ناميبيا بنتيجة 1 إلى 0 اليوم الثلاثاء على ملعب أمادو جون كولي بالي ضمن الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية بكوت دي فور وعانى منتخب تونس مع مبارياته الافتتاحية في أمم أفريقيا خلال آخر أربع نسخ حيث فشل في تحقيق أي فوز إذ خسل في مباراتين وتعادل في مثلهما وهذه هي النسخة رقم 5 على التوالي التي تشهد بداية سيئة لنصور قرقاجة حيث يعود آخر فوز في المبارات الأولى بأمم أفريقيا إلى نسخة 2013 على حساب نظيره الجزائري 1 إلى 0 وتعد مواجهة تونس وناميبيا هي الأولى بينهما في أمم أفريقيا كما أنها أول لقاء رسمين بينهما منذ مباراتيهما في تصفيات مونديال 1998 وفاز نسور قرقاج فيهما ويسعى منتخب تونس في هذه النسخة لإنهاء 20 عاما من الانتظار من أجل ارتقاء منصة التتويج في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حيث يشارك في النسخة 34 للمسابقة القارية في كوب دي فور ويشارك منتخب تونس في أمم أفريقيا للمرة 21 في تاريخه وال 16 على التوالي حيث عزز رقمه القياسية كأكثر المنتخبات ظهورا في نسخ متتالية بالبطولة